أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبارك لكم ميلاد الإمام علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين كان الإمام السجاد كبقية الأئمة له مشتركات كان كل إمام يأتي يكمل ما انتهى إليه الإمام السابق عندنا إثنى عشر إماما وليس بين أحد منهم والذي سبقه أو الذي يلحقه تناقض بالعكس كأنهم جاءوا لمنهج واحد كل واحد بيّن قسما من هذا المنهج لكن امتاز كل إمام عن غيره بشيء مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه امتاز بعلمه وكان يقال له العالم الإمام الحسين امتاز بصبره وجهاده واستشهاده فكان يقال له المظلوم الإمام السجاد اشتهر بعبادته لكن العبادة لم تكن عبادة منعزلة عن الناس بل كانت عبادة في طريق هداية الناس شوفوا بين كل صلاة وصلاة للإمام زين العابدين صلاة بين كل دعاء ودعاء للإمام زين العابدين دعاء الصحيفة السجادية والتي موجودة بأيدي الناس هذه ليست كاملة هناك صحيفة سجادية كاملة كل دعاء فيها عظيم قال لي أحد الإخوتي في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن من أتباع ماذا بأهل البيت قال بالصدفة حصلت على كتاب الصحيفة السجادية فقرأت يقول نحن في عالم ماديات كأن كل شيء من الكنكريت المسلح لكن هذا الكتاب هذه الأدعية التي في الكتاب حملتني إلى السماوات غيرت حياتي روحي انتعشت قلبي كأنه كان ميتا وأحياه الله عز وجل بأدعية الإمام زين العابدين كل أدعية الإمام عظيمة ما من دعاء دعاء بحمزة ثمالي مثلا يحيي القلوب دعاء مكارم الأخلاق يؤكد على الإنسان الأخلاق الفاضلة اللهم ولا ترفعني عند الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها شوفوا الشجرة كلما كانت أمتا كلما كانت تمارها أفضل فإن جذورها في الأرض عميقة الإنسان المؤمن كلما رفعه الله بين الناس ازداد تواضعه ونطلب ذلك من الله اللهم ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها كلما كنت عظيما عند الناس خلي تشعر بالصغار عند الله وأنك مجرد عبد لا تتكبر عليهم أدعية الإمام زين العابدين أدعية تحيي النفوس والإمام زين العابدين بدعائه وزينب بدموعها أسقطوا إمبراطورية الشر إمبراطورية أبناء أبي سفيان أبو سفيان ولده أصبح حاكما يقتل من يقتل ويفجر ويعمل ما يعمل ابنه يزيد عينه لكي يبقى على الأقل ألف عام كان معاوية يريد حكم يزيد استمر ألف سنة لكن ما الذي جرى حتى انتهى حكم بني سفيان نعم جاء بن مروان فيما بعد لكن بدأ الأسوس ينخر في هذه الإمبراطورية إمبراطورية الشر بسبب إقدام يزيد على قتل الإمام الحسين واستباحة المدينة وضرب كعبة في المنجنيق من الذي أسقط إمبراطورية بني أمية أسقطتها زينب بدموعها وأسقطها زين العابدين بدعائه طبعا الخطبة التي ألقاها الإمام زين العابدين سلب المشروعية من حكم يزيد أمامه في مجلسه الذي عقده وجاء بجميع العظماء في وقته علية القوم دعاهم وجاء برأس الحسين وضعه في طاشت بدأ يضرب تناياه بعود الخيزران لكن الإمام زين العابدين فضحه وبين أظمت أهل البيت أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم وصفة إلى أن يكمل خطبته الناس ثاروا على يزيد يزيد ليس لطيب خاطره ونيته الصالحة سمح لأهل البيت أن يعودوا إلى المدينة لأن خطبة زين العابدين هزت عرش يزيد كما أن مواقف زينب سلام الله عليها في مقابل يزيد وفي كلامها مع يزيد أيضا ساهمت في ذلك نباركه لصاحب الأمر ولادة الإمام زين العابدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات ونرجو من الله أن يعيد علينا هذه الذكريات ذكريات ولادات الأقمار في شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخير واليوم والبركة والصحة والعافية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر